مجلس الشورى في انطلاق أعمال مؤتمر البرلمان العربي الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار أحد المحاور المهمة التي يلتقي حولها المؤتمر وأن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة ومؤازرة سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وجهود سموه الحثيثة تدعم وتساند كل جهود ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة وأكد معالي إدانة واستنكار ما قامت به ميليشيا الحوثي من أعمال إرهابية واعتداءات على الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة داعيا إلى مواصلة توحيد الجهود العربية في إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ودعم عليه إلى توثيق أطر التضامن العربي وتعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية وبلورة مواقف مشتركة تحفظ أمنى واستقرار ودوام ازدهار كافة الدول العربية إن نهج مملكة البحرين يقوم على دعم كافة أشكال التعاون والتضامن العربي وهو الأمر الذي يعد انعكاسا لرؤية عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتمثلة في مسنة الجهود العربية والنهوض بالعمل العربي المشترك لصالح أمن واستقرار الدول العربية كما أن المملكة حريصة كل الحرص على تطوير العلاقات وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية كافة وانطلاقا مما يجمع دولنا العربية من روابط أخوية تقوم على وحدة المصير فإننا نلعو من خلال هذا المؤتمر إلى التأكيد على موقف دولنا العربية اتجاه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القصد الشرقية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين واستنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي الختام نؤكد تعرضنا وتماسكنا في المضي نحو استدامة تطوير وتحديث منظومة تشريعاتنا العربية الدائمة لتعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل بما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر